السلام عليكم ورحمة الله نكمل خصائص المعاكن بصرينا نتحدث عن الخصائص الأكاديمية الخصائص الأكاديمية طبعاً المعاكن بصرياً ما بيختلفوش عن العاليين في قدودهم على التعلم وأحياناً بيكونوا عندهم قدرات أفضل من الآخرين هي الفكرة فقط لغير في استخدامهم لطريقة بوايل واستخدامهم لطريقة طرق بوايل في الكواب الكتابة طرق في الحساب وبيستعينوا بهذه الطرق على عملية التعلم بعد كده كمان هنتحدث عن الخصائص الاجتماعية والنفسية لزوي الأعاقة البصرية طيب ايه الخصائص الاجتماعية والنفسية لزوي الأعاقة البصرية عندنا أن الطفل اللي بيتولد كفيف لغاية ضعف البصر في أول حالي يواجه زروف نفسية هم عندهم مشكلات نفسية شخص عالي اعتبر عالي عقلياً سليم ما عندوش أي مشكلات عقلية مشكلته كلها فقط لغير في البصر أو في الرؤية طيب أول شيء بالنسبة لهم هم عندهم معظم شعوب الأمن واحد معاقب بصرين ما هوش شايف هو ما هوش عارف ممكن يقوله الخطر منين طيب وكمان عندهم التكالية واعتمدية على الآخرين والتباعية للغير طبعاً واحد محتاج حد يوصله لأي مكان وعشان كي نحن دايماً نقول أفضل بالنسبة للمعاقبين بصرين أو العفل بصر نحن نعبدهم من منذ الصغة وعلى الاعتمال على النفس والمهوات الحياتية الاستقلاء ديني طيب من من الأصامي النفسية التي تسبب العاقة البصية الأحباط الشديد الإحساس بالنقص والعصبية الزائدة في بعض الأحيان يكون فيه قوهان النفس الإحساس بالخجل من مواجهة الناس الإحساس بالظلم